اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليول عهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات وثيقة وراسخة تمتاز بما تستند إليه من شراكة استراتيجية متميزة تستمد قوتها مما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمواصلة المضي بها قدما نحو آفاق أشمل بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاعة اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس دارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة رهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمها الدبلوماسية منوها سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد مؤكدا أهمية مواصلة تطوير وتنمية العمل وتنسيق المشترك والأخذ به نحو مستويات أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلادين والشعبين الشقيقين وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها عربت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام دائم على تعزيز التعاون الثنائي بين البلادين الشقيقين والدفع به نحو فضاءات أوسع متمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والإزدهار اشتركوا في القناة